لا جدوى من المرافعة لأزمات العالم ومشاكلهما لم يشمل إيجاد الحلول لإفريقيا المهمشة أي الذهاب فعليا نحو حوكمة عالمية عادلة ترفع التحفظات عن القارة الصمراء نداءة ودعوات من القادة الفارقة من منبر الجمعية الأممية لتصحيح صورة الماضي الرئيس السينيغالي ماكيسال الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي دعا إلى منح القارة مقعدا في مجموعة العشرين مؤكدا أنها عانت بما يكفي من عبء التاريخ ولا تريد أن تكون مصرحا لحرب باردة جديدة أؤكد مجددا طلب منح الاتحاد الإفريقي مقعدا في مجموعة العشرين حتى يمكن تمثيل إفريقيا حيث يتم اتخاذ قرارات تؤثر على مليان وأربعمائة مليون إفريقي لقد حان الوقت لحوكمة عالمية عادلة وأكثر شمونا وأكثر تكيفا مع حقائق عصرنا حان الوقت لتحقيق مطلب إفريقيا العادل والمشروعي لإصلاح مجلس الأمن تصريح سبقه إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في افتتاح أشغال جمعية الأممية حين أكد أن البلدان الإفريقية تعاني من تهميش كبير في التمثيل على مستوى المؤسسات والهياءات العالمية الكبرى البلدان الأفريقية على وجه الخصوص ممثلة تمثيلا ناقصا في المؤسسات العالمية وأملوا أن تغتنم الدول الأعضاء الفرصة لتجسيد هذه الأفكار بحلول عملية في المؤتمر العالمي المعنى بالمستقبل عام 2024 ومن أوجه نتائج تهميش القارة التوترات والأزمات السياسية التي تعيشها عديد الدول في إفريقيا ومنطقة الساحل مشهد وإن أبدى بشأنه المجتمع الدولي اهتماما في شكل مبادرة سلام تطرح كل مرة لكن المشهد ذاك لا يلبث أن يتعقد بفعل تدخلات خارجية مجهضة الحال ذاته في ليبيا التي لم تكن بمعزل عن نقاشة الجمعية الأممية اجتماع تشاوري بين المستشار الألماني أوليف شارلز ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حضره أيضا رئيساء الاتحاد الإفريقي والمفوضية الإفريقية وإن أشاد فيه المنفي بدور ألمانيا في دعم المصاري السياسي بليبيا إلا أن المخفي من المعلوم يقول أن ليبيا بحاجة إلى خطوات أكثر فعالية تمكنها من تجاوز راهنها المؤلم ترجمة نانسي قنقر